السلام عليكم زينات صباح النور صباح الياسمين صباحكم برباحكم وكل خير وخمير ان شاء الله في بيوتكم وفي مرحكم جيت نطلع عليكم حبيباتي بهذا الفيديو اللي نتمنى انه يكون خفيف الضريف على قلوبكم وان شاء الله يقدر ينفعكم كيما كنت شوفوا البنت هنا يا راني معلي بلونتتاين سقيفيهم صرت على نجاح البلونتا كوشتو سنواتوهما عندي ويقعدو دايمن فلفلين وشابين ويعطونا طاقة ايجابية ويعطونا ندرى مانيفيك يعني للبيت دينا البلونتا دانتغيرية البنت ما يحبوش الماء بزاف خلو حتى السطح ديالهم يبس باش تسقيوهم بكمية متى ديلا وزيدو بلوس ليفاي دايمن نغسلوهم هاد الفابور هوليك فيه الماء فقط نمسحو الورق ويحبو الإضاءة والعيغاسيون هذا مكان وحنا نروحو للروتين تانا البنت هنا يا راني شمقت الحوايج ديالي في الكريستو ستيك وانتبهو البنت كي تشوو لابوات تعال يعني تعال الكريستو راح نتوفو باللي كي يقول لك نقدر نستعمله في الماشينة باش نحو باش نحو لتاختر سكفي الناس كنا دايمنون سبوز لكيسيون فنالمن يعني كي تقراو في الباطة راح نتوفو باللي او بلوسي ميانا افضل طريقة عندي هي طريقة تقليدية كي ماما الفا نشارك معاكم كيف كيف حطيت الحوايج ديالي ترنخو لنج بلون كان عندي سرابت باش كي نخسلهم يخرجو هايلين وجيت هنا كانت تطرشونا الكبيرة دياليني نستعملها بزاف هادي كوتانسون 100% نستعملها بزاف نغطي بيها المكلة نغطي بيها الخبز حطيتها بصابون سيدو باش يعني اللغوش هادك يخرج يشعل او رحت البنات اللوكوتي تا سالة مانجي سالة مانجي ديالي جاية ما بين الكوزينة والسالون طابلا هادي تارخاماني جبت اياكلين ورانين مساح فيها بزاف فيكم مزاكو سقصوني اسكو تقيلة انعم ايها رخامة تقيلة لكن انا حطيتها في مكانها ومزغتهاش سكيفي مساعدتني عميل بروغسون دورك هنالبنات شوفو هاد الطاشا حسيت بليك تا شوينغوم سيت نحيها بتفار تيامات نحاج الوخ شوينغوم دائما جيبو انجلاسون وتحطوه فوق شوينغوم ديالكم وتخلوه راكي تشوفو بليك هنال كانت كمية صغيرة سكيفيت كرتات معي تاعتو تسويت ووالا ابخي جبت كيف كيف اياكلين وجيفها فابوريزي ودو كتشوفو نديرك سيت لا ماجي يعني الحمد لله انا كتشوفو الكرسة اللون ديالهم فاتح وآياكلين عاوني بل بزاف لانو دائما كتشوفو ناقي يعني كيكونو ليتاش هدي حاجة باينا عايلا احنا هاد الطابلة اللي غو با كاملا فيها نقعدو فيها نقصر فيها نكتبو فيها يعني كلش فيها سكيفي الكرسة معردين انهم يتوسخوا جستع الكرسة شفت كاش ديتاش كاملا نقيتهم وبعداتي كبلينا بتسيق طريقة دياليني ان شاء الله قدرتوا تفهموها وانتمنى يعني انكم تطبقوها هنالي نوريكم برك سيقت بلافصل تعلينا هذا هيربال مليح الريحة التعوة رائعة شوفو لانتغياغ ديالكم سيختولة خرجتو يعني مدار وعودتو دخلتو وتشمو هديك الريحة الطيبة التعطير يا البنات بعد التنظيف يعطينا وحدة رائحة وعلى بلكم كل دار وعندها الريحة ديالها ما لقدرين استعملوا كيف كيف لابصل كيف كيف استعملوا المعطيرات كيف كيف لكن تقعد البيت سبحان الله البيت عندها الروح ديالها عندها الطاقة تحها الرائحة المهم ان شاء الله ربي طيب ريحتنا سيقتي اللليات ونحيط الحوايج تبقتهم كل حاجة نحطها في مكانها انا اليوم سيقت هاد لو كوتي البنات لان الكوتي اللي مليهيك كنت درتو لافي فهمتوني الخدمة غير بشوية اكو تشوفوا تسيقنات على البارح كان ما زالوا سيقت اليوم هاد لو كوتي مع الكوزينة وجبت المعطير ديالي تعفري شواند البنات كيس هذا ريح ريحات على النظافة ريحة طيبة وريحة النظافة جوزت على كاملة الدار ويعني انتبهو كيف اشتقد يالي راهي مفتوحة انا كي نعطر نعطرت خيبية هاد العملية ما نديرهاش دايمن يا البنات النهار بغي كزنبل انسيق النهار اللي نجوز لاسبيغاتر النهار اللي نعود نفرش نعطر وهكذا يعني كل مرة وش من بيت لكن البيت كاملة يقول لي ريح ريحة النظافة ريحة طيبة في الخفيفة بش ديك الريحة اللي تغم كين واحد ليسانيبا وكين واحد ال وش نقول لكم واحد لافصل الريحة ديالو وش نقول لكم المهم يا البنات شوفوا هنا يا يعني الدنيا كيف شاهي مقيقية ويمزين نقايل وكان يبقى ودور كان رحنا للميقلات الهوائية وريتلكم لا ديغني اغفا موني نكس لي تلفد ربعة فاصل تنين لتر وبزف بزف ليس قصاو على ميقلات هوائية تلفد كتر لبنات هادي ويليتر من عند لاباش شاف كويزين ديزت هاد المرة لماك هنرش معروفة وريتها لكم العمليفات ولا لول عمليفات والثمن ديالها كان طالع الثمن الحمد لله لابون نوفل الثمن راهولي كهبط هادي تعويلي تخدير تخونتساميل دينا تلتملايين او خمسمية يعني الناس اللي شرتها قادرة تخلينا تعليقات تحى لانه طيب بطريقة رائعة وتفد كمية كبيرة هادي ويليتر وعندو مم ديليتر يعني ترفد مم جاجة كبيرة كومبليت حطيها ترفد هالك الميقلات الهوائية هي من الأشياء اللي ما نقدش نستغنى عليها في المطبخ ديالي يعني ولت من الأمور الأساسية تحمري فيها تشوي فيها الفلفل سقطول تحمار بغيما ماني فيك فيها درجة الحرارة والتوقيت التحكمي فيهم تي كي ما حبيتي بغي كزومبر كي ما أنا اليوم تكراحين تشوفوا معايا حمرت معاكم شوية الجاج مع البطاطا إيبا درت ثلاثين دقيقة وهالدكية ثلاثين دقيقة ما بها تسعة وعشرين دقيقة الجاج ديالي طب زب الدوم حمركي مايحب الخاطر وميجيش ناشف المقلات الهوائية نقدروا منستعملوش الزويت يعني زيت طبيعي أبا غولا كان عندنا صدرتها الجاج أبليجي تدري زيت زيتون ولا تقدري تستعملي دوهون طبيعية زيت الويلدو كوكو ولا زيت زيتون ولا المهم بش الأكل يجي صحي أردو باركم برك هناني نوري لكم شوفوا شحال الكبر ديالها تاوي لدخ أردو باركم برك يعني في الغسيل تحو تنجروها فقط هذا ما كان الغسيل ديالها كيفاش يكون يكون بالمسخون ومادة منظيفة اللي هي سائلتها الأواني فقط هذا ما كان هنا البنات أنا جبت له مولان سيليكون اللي وريته لكم جبتم من عند لاباج مرحبا شوف جو سيبا أسكوا قاعدوا لها ولا لا لا لكن هاد المولان سيليكون اللي يعاونو أكوشتو أنا جي ماريني الجاج ديالي وحطيت مع هالبطاطا اللي قطعتها شوية خشينا ومارينيتو كل وحدة ماريني الجاج ديالها كي ما حبت أنا المهم عنديك سوختو لا استعملتو لي كويس تقدرو ما تستعملو هتامة دهنية ولا ديروهم غير فاتع زيت زيتون شوفو هنا يا كوشتو توقيت شحال شوفو كيفاش تحمر معايا قلبتو برك بش نزيدو تحميرا خفيفة من تحت شوفو هاهو ليك اللي بنات اليوم حمرت الجاج معا الباطاطا المرة الجاية بخومي البورك البورك في رمضان يجي مقر مش يجي رائع يعني غير بشوية تعزيت فقط ولا زبدة ونزيد نشوي لكم فيها الفلفل بش تعرفوا الاستعمالات التحا كين بزاف لي رهم ليك يطلبو هات التخيرة في المقلة الهوائية كين بزاف لي عجبتهم لي كانوا عندهم يعني فامي بانون بغوز موني ناكسا ديك ساعدتهم ولي عندهم العائلة يعني كبيرة ايبا هاهي لك هاني ريش من ارواع المنتوجات اللي جازوا في القناة ارقاب هواتف شف كويزين دي زاد راهي قدمكم تهبتو صندوق الوصف عندكم الحاجة المليحة ضامان عندكم ضامان تعام يعني كاش ما يصرا في المقلة الهوائية لباش شف كويزين دي زاد هي اللي تستكلف شوفوا البطاطا الله يبارك كيفاش طابت بغتون انتبهوا كيفاش راني مقطعتها مقدرتش نقطع حرقيقة باسكير حنحمرها او مامتون على كونسير نون جاج لو كانت حطو مور صواتي يكونو كبار وخشان ولا حطيتو جاجة مكمولة نقصو في درجة الحرارة مديروش ميتين درجة لانه عندكم توقيت حتى الساعة وعندكم درجة الحرارة حتى الميتين ديرو مية وسبعين درجة وخلوها تتحمر باش طيب بعقلها طيب حتى يعني حتى للقلب سينو عندكم اوسي تقدرو بغي كزنبل ديرو التوقيت اللي حبيته مثلا دو كنتي راكي درتي زعمتيك نص ساعة ودرتي مية وسبعين دراجة كيتشوفي الجاج ديالك خلاص طعب خصو غيرت حميرة زيدي لدرجة الحرارة دو كانوا روحو الجواز وللطواجن اللي رحي نوجدوه كيف كيف هادو افكار انمدهو لكم يعني الحائرات وشي طيبو هادا من طبقي لقفير رمضان ويجيب الزف بنين اكو شوفوا نص درت على الجاج نص فقط درت له شوية تعال بصل درت له المعدنوس درت له مغير فات تعال شابلو ودرت له مادة دهنية اللي هي الزيت اللي تقدرو تعودوه بالزبدة وتقدرو تعودوه بالسمن الملح فلفل لكحل كوركم بينسيق التوابل لنا الكوركم مع لجل الفائدة يعني القيمة الصحية ديالويزي تعطينا هادا كل لون لكن انا من كترش يعني انتبهوا وردوا البال انا من كترش لانه ما نحبش لقوة الكوركم في الماكلة يعني نحب هذي كل نكهة الخفيفة اللي ما تبانش والتوابل على رسم غير فات على القهوة نديرو هكده ديبولات ونحطوهم بجيه وهذا نص درت على الجاج يعطيكم كمية لبس بي أنا هالطبق درتوا معاكم برك هادا كل الوقت في البداية ديالي حشيتوا بالفرماج وتقدروا اللي بولة تتكبرهم شوية وديروا لهم فروماج فروماج بلون في قلبو يجي واحد الطابق وشو نقولكم باك هاداك الفرماج يتلقى مع الطويل يجي من يديكم درت شوية تازيت لبنات وشوية شوية على رأس المغرف نان شوية زيت فقط وبديت نحمر فهدوك اللي بولة ديالي يعني ما تمسوهم شؤو ديبو خلوا يعني نزغدوا غير طنجرة ديالكم وما غير تحمروا أنا رفتهم شوفوا يعني الزيت ما كترت شوفوا الكمية تاع الزيت هذا ما كان زيت لها مغير فتاقة هو تعسمن على جل بنا وكملت حطيت البقية تاع البصل لأنا أحب بصل قسمتها ما بين لها فخص والمريقة هو دبل البصل ديالي تماما وأنا أرميت الجلبانا كل وحدة الفلفل لكحل وشوية كوركم نفس التوابل اللي درتهم في الجاج وخليت هاد تقلي على نار قليلة قطعت الباطاطا هنا الباطاطا اللي عندها مقلات الهوائية ديل لها شوية تعزيد زيتون ولا شوية زبدة وتحطها في المقلات الهوائية وليت حب تقلي ما عليها غير تقلي في الزيت لكن المقلات الهوائية تعطينا أكل صحية لبنات نقص دهون هنا يا مرقت وهو يعني خلاص قريب الطيب لجلبنا ديالي وانا عاود تحطيت اللي بولات في المريقة وخليتهم يتجمروا هنا هادوك اللي بولات راني درتهم في الفارينة هذيك الفارينة تحط تلبي لكم المريقة ديالكم يعني مرقوا ما تخافوش هذيك المريقات جي من لبيا شوفوا هنا كل شو طيب هدوك هنا نحط الباطاطا ديالي ووالا حاولوا برك ما تشاهوش كيش نقولوا ما تشاهوش في المريقة أنا هنا نزيت شوية ما سخون لأنو شتها نشفت طبق قد ما نحكي لكم مع البنا ديالو من وفيلوش حقو اكو تشوفوا بنين عصرة قارس مع الاخر وشوية مع دنوس وحنا تحصننا على أرواح طبق يا البنا تيجي بزف بنين ويليق في رمضان وإيكونوميك ويجي بنين تبعوا الطريقة برك ورجعوا لي بالخبر والناس اللي كانت تبع فيها يعني زمان زمان كيما فتحت القناة يعني دايوغ جاب ملايين مشاهدة طبق هذا كتع الجلبانة جواز الجلبانة بالبطاطا أنا برقوت لكم فارسيت ليبول ما درتلوش البطاطا حقا فارسيت ليبول بالفرماج وهاوليك الطبق ديالنواجد يجي بنين بنين في غيمون يستهل أنكم تجربوه وينحي الحيرة ويجي زاكي أنا درت خبست الكوشة وليبولت كيزنالهم مادة دهنية شوفوا صدرتا الجاج يديرو زبدان يديرو زيت ما تحوش ديروهم ديغاك تومو مع الما تعرف بصلي جو طريين حبق كيما راكوا تشوفوا إن شاء الله طبق تالي يوم وروتين تالي يوم من الإعجاب ديركم وإن شاء الله يارب يقدرين فاكم ودركا مقعد لغير بقي إخواتي على خير ونقلكم دمتم حبيباتي في رعاية الله وحفظوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة